يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل نشأة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم يواجه اتحاد الجزائر نادي نهضة بركان المغربي صهرت اليوم بملعب 5 جوليا بالجزائر العاصمة ضمن ذهاب نصف نهاء كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم ويسعى شبال المدرب الإسباني قريد لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة للاقتراب من افتكاك تأشيرة العبور إلى النهائي بنفس الإرادة والهدف يواصل نادي اتحاد الجزائر رحلة الدفاع عن لقبه القاري عند استضافته على أرضية ميدان ملعب 5 جوليا فريق نهضة بركان المغربي في داربي مغاربي وعد يدخله أبناء سوستارا وكلهم عزم على تحقيق نتيجة إيجابية تساهل من مأموريتهم نحو النهائي للمرة الثانية على التوالي اتحاد الجزائر بمدربه الإسباني خوان كارلوس قاريدو الذي نجح في قيادة النادي مرة أخرى إلى الواجهة قريا ومحليا ببلوغه لنصف نهائي مسابقتين كأسي الكاف والجزائر بالإضافة إلى احتلال فريقه للمركز الخامس في الدوري منقوسا من ثلاث مواجهات يعول على ثلاثية الخبرة والإرادة والدعم الجماهيري من أجل الخروج منتصرا في هذه المواجهة لمواصلة المشوار بثبات وتدعيم رصيده الشخصي من التتويجات بلقب جديد في المقابل يتقاسم نهضة بركان المتواجي مرتين بكأس الكنفيدرالية نفس الطموح مع الاتحاد ويسعى الضيوف رفقة مدربهم التونسي معين الشعباني الفائز هو الآخر مع الطراج التونسي بلقب أطل إفريقيا والعارف جيدا بخبايا الكرة الإفريقية للعودة إلى الديار بنتيجة يؤمن بها لقاء الإياب الذي يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات لا يريد أصحاب اللونين الأحمر والأسود أي سيناريو لمباراة قد يقلل من فرصهم لتنشيط نهائي رهان آخر للإتحاد أبرز مفاتيح الفوز به التمسك بالحظوظ إلى غاية آخر صفرة من عمر المنافسة أكد المدرب الإسباني لفريق اتحاد الجزائر كارلوس قريدو على ضرورة تحقيق الفوز في ذهاب نصف نهائي مبرزا أهمية اللقاء قبل خوض مباراة العودة وفي المقابل شهدت تونسي معين الشعباني بقوة حامل اللقب وبإمكانات لعبي اتحاد الجزائر بالنسبة لنا اللقاء مهم للغاية بمستوى كبير ضمن منافسة قارية دولية في فريقنا الكل مصمم على الفوز هناك حافز كبير للعبين وهي مباراة نصف نهائي كبيرة بين ناديين كبيرين سبق لهم التدويج بهذه البطولة هدفنا الفوز بالمباراة وسيتأهل من يقدم وجها طيبا سواء في مباراة الذهاب أو العياب ونحن نعمل لتحقيق التأهل ماتش دمي فينال بالنسبة لنا ماتش بشي تلعب على شوطين شوط في الجزائر وشوط إن شاء الله في المغرب لانك شنعبوا كونتر إيكيب اللي هي حاملة اللقب نادي اتحاد العاصمة الجزائري فريق منظم وفريق عريق وصاحب تجربة كبيرة في البطولات لانك الماتش مش بشيكون سهل لحقيقة على الفريقين الاثنين بطبيعة ناحة بركان عنده تجربة في المسابقة هذه وإن شاء الله المستفيد الأكبر يكون المتفرج إن شاء الله يتفرج في مباراة طيبة شنت وسائل إعلام مخزنية حملة إعلامية الشعوى عشية موجهة اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهاء كأس الكاف حول أزمة مفتعلة بخصوص شعارات سياسية يحملها قميص نادي نهضة بركان جعلت الجمارك الجزائرية تمنع دخول بعثة النادي المغربي بأقمصة تحمل الخريطة المرسومة عليها وبعد الاجتماع التقني للمباراة الذي جرى أمس تقرر إجراء المباراة في وقتها المحدد مع تذكير بضرورة قدوم الفريقين إلى الملعب في الوقت اللازم يشار إلى أن قوانين الفيفا والكاف لا تسمح باستعمال إعلانات سياسية غير مرخصة من البلد المضيف والفريق الضيف ملزم بإحضار قميص ثاني خال من الإعلانات تحسبا لأي طارئ في أخبار الكرة الأوروبية يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو الصهرة اليوم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في قيمة الجولة الثانية والثلاثين من الليجة الإسبانية ويسعى الريال لتحقيق الفوز وتعميق الفارق للاقتراب من حسم الدور فيما يلعب برشلونة مباراة الموسم على أمل الفوز وإنعاش حضوظه في المنافسة على الأقب ملعب سانتياغو برنابيو قلعة ريال مدريد سيكون مصرحا لكلاسيكو الأرض بين المرينغ وضيفه وغريمه الأزلي برشلونة في قيمة حاصمة بين المتصدر والوصيف بحسابات التتويج بلقب الليجة التي بلغت جولتها الثانية وثلاثين الريال المنتشي بتأهله إلى المربع الذهبي لدور أبطال أوروبا بعد مباراة ملحمية أمام مانشستر سيتي يتواجد أمام حتمية الفوز وتعميق الفارق عن البارسا إلى أحد عشر نقطة كاملة ما يعني حسم لقب الليجة والتفرغ لدور الأبطال بطموحه نيل الخامسة عشرة وجعل الموسم الحال استثنائيا في تاريخ المرينغ بقيادة عنشيروت الذي يقود كتيبته بامتياز رغم الغيابات المؤثيرة منذ بداية الموسم وتولي الإصابة الخطيرة في صفوف الفريق سنلعب ضد منافسين يقدم أداء رائعا مؤخرا نحن مقتنعون بأنه سيكون كلاسيكو هذه فرصة عظيمة بالنسبة لنا للفوز والاقتراب من تحقيق اللقب مع إدراكنا بصعوبة المهمة لأن برشلونة يريد المنافسة إلى آخر جولة من جهته يخوذ برشلونة مباراة الموسم بعد تضيع دور الأبطال بالخروج على يد باريسان جرما في ربع نهائي فوز أشبالتشاف إرنانداز في البرنابيو سيجعل الفريق يتقلص إلى خمس نقاط ليشتعل الصراع مجددا على لقب الليجة بين قطبي الكرة الإسبانية إنها المباراة الأهم هذا الموسم يجب أن نفوز للضغط على ريال مدريد إن فوزنا سنقلص الفريق في نقاط إلى خمس هذا هو السيناريو الذي نريده سنلعب ونحاول الفوز في ملعب البرنابيو هذا هدفنا ريال المتفوق في كلاسيكو الذهاب ونهاء كأس السوبر يسعى لتأكيد هيمنته وتأكيد تفوقه واسترجاع اللقب الذي فقده الموسم المنصر بفوز ثالث على برشلونة سيجعل الأمور محسومة قبل خمس جوالات عن نهاية المنافسة وضعية مختلفة يعيشها الفريقان والهدف واحد الفوز في حلقة جديدة من سلسلة أقوى الصراعات الكروية كلاسيكو الأرض تأهل مونتشستر سيتي لنهاء كاس الاتحاد الإنجليزي لكورة القدم بعد فوزه على جيلسي بهدف دون رد في ملعب ويمبلي بروندون وضيع البلوز عدة فرص سانحة لتسجيل لكن السيتي حسم المواجهة بفضل هدف البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الرابعة والثمانين وسيلاقي السيتي في النهائي الفائز من نصف نهاء الثاني الذي يلعب أمسية اليوم بين مونتشستر يونيتد وكوفينتري حرزت البطلة الجزائرية إيمان خليف ميدالية ذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للملاكمة في وزن 66 كيلوغراما بعد تغلبها في النهاء على منافستها الفرنسية إيميلي سانفيكو بنتيجة خمسة مقابل السفر لتحرز الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق وتهلت البطلة الجزائرية إلى الدور الثاني للدور نهائي إذن لدورة كولورادو في المرحلة الثانية من كأس العالم للملاكمة في وزن 66 كيلوغراما بعد فوز على الأمريكية موريل ماكين بثلاثة لاثنين أشعر بأنني في حالة جيدة في أمريكا رفقة الاتحاد الدولي للملاكمة الهيئة الجديدة للعبة ومستقبل هذه الرياضة أنا سعيدة للغاية بهذه الميدالية وأشكر كل الحضور لقد شعرت بدعمهم لي لقد كانت الملاكمة الأمريكية في نهاء وزن 66 كيلوغراما رائعة وأنا كما تعلم أحذر للألعاب الأولمبية المقبلة لأنني أستهدف التدويجة بميدالية أولمبية ختم الموعد الرياضي مشاهدين الأفاضل شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة موبيليس معا نصنع المستقبل